اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي حضت منذ تأسيسها بدعم ورعاية جلالتكم لتكون درع الوطن ورمز العزة والتضحية الذي يذود عن حياض الوطن ويصون مكتسباته وسيادته والمشاركة في تحقيق امن واستقرار المنطقة مع القوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة وتحل هذه الذكرى الوطنية الغالية لنحتفي بها جميعا ضمن الانجازات الحضارية المتواصلة مجددين لجلالتكم حفظكم الله العهد والولاء ومواصلة العمل لتعزيز مكتسبات الوطن الحضارية والتنموية تنفيذا لرؤيتكم وتوجيهاتكم السديدة من اجل نهضة وتقدم وطننا العزيز داعينا الله عز وجل ان يعيد علينا هذه المناسبة العزيزة ووطننا ينعم بمزيد من التطور والرخاء والامن والاستقرار وان يحفظ جلالتكم ويرعاكم ويجعلكم ذخرا لمملكتنا الغالية وشعبها العزيز ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين سيدي ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدل قائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل السرور يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم بخالص التحيات وعميق التمنيات بموفور الصحة والعافية مقرونة باعتزازنا ببرقية سموكم التي تحمل لنا تهنئتكم وتهنئة رجالكم من سوبي قوة دفاع البحرين البواسل قادة وضباطا وأفرادا بالذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين الباسلة هذه المؤسسة الوطنية التي تمثل الدرع الواقية لوطننا العزيز ولحماية مكتسباته المجيدة وستبقى بإذن الله حيث نريدها ويريدها شعب البحرين الغالي تتمتع بكل عوامل الاقتدار تدريبا وتسليحا وجاهزية وكفاءة عالية إننا نستحضر دائما دور سموكم الكريم ودعمكم المتواصل لهذه المؤسسة العزيزة مما كان له أكبر الأثر في إنجازات هذه القوة الباسلة نسأل الله عز وجل أن يسبغ على سموكم ثياب العافية وطول العمر ونسأل الله عز وجل لمملكتنا الغالية الأمن والسلام ولقوة دفاع البحرين التوفيق والسداد والظفر ودمتم سالمين والله يحفظكم والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر